حماس لا 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 أنا نقول رأي العملية عملية علم وتون شوفوا مزال 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 مواصلين وقراءة إن شاء الله تكون دي ما صحيحة قراءتنا صحيحة كما بدأت فهمتني وحانت أظن ساعة النصر إن شاء الله هذا هو ونحن أبعد من العيات بكثير سيد العميد توفيق ديدي أين نحن اليوم؟ اتفاق هدنة تسليم أسرة تبادل أسرة وين أحنا اليوم بالضبط؟ 13 يوم التالي قلت 15 يوم ثم شكولي علق قال يتحسب وحدك اللي يحسب وحده ويفضله قلت 15 يوم ستتوقف الحرب لأنه المتابع الحقيقي يا سماح وظن حللنا علاش قلنا راه بايدن عطال نتنياهو 15 يوم وهما مهمش راقدين على وذنهم ناس هما يتبعوا اللي قاعد يسير اليوم على الميدان ساقبل كل شيء على الميدان خلق أهداف اللي وضعتها القوة الغاصبة الإسرائيلية لم يتحقق منها شيء وعلى مسؤولتي لم يستطيعوا نرجع للدائما وأبدا للمجال العسكري وقت أي قوة عسكرية تحترم روحها لما تدخل حرب تضعوا أهداف هذه القوة الإسرائيلة الغاشمة وضعت هدفين واضحين يعني لوبلون تحم خط العمليات فيه أولا تحييد حماس معناها حماس كلها ويعني المقاومة الباسلة يعني بفصائلها ثم تحرير الرهاء ماذا حدث بعد 45 يوم ولا شيء اللي قلناها كله صار قلنا باش يدخلوا بدباباتهم وزنجراتهم وجرفاتهم وسيتوغلون ثم يترجلون ثم سيتساقطون كوراق خريفة واليوم رأوا نتكلم على 29 قتيل في اليوم وهذا يعني في بنسبة الجيش نظامي ليه يمكن يتحملوا حتى 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 لأني خاصة للمجتمعات التي تعتبر روحها ديمقراطية وعندها أهالي وعندها ضغط مستحيل بشي واصلوا إذن الشي اللي اللي يقع هو أنه خسروا المعركة يعني صحيح فما برشة ألم وبرشة يعني 13 ألف قتيل نساء وأطفال وهذا كله معناها فاتورة غالية برشة دفعناها لكن في الأخر شنوه شنوه النتيجة العسكرية النتيجة العسكرية تحطيم ثلاثة ألوية ثلاثة ألوية يقولوا رأوا بريقاد يعني رأوا كل بريقاد فيها ثمانين ما بين دبابات وزنجرات على مسؤوليتي ثم على الأقل ثلاثة ألوية معناها تبخرت وتكسرت وتحطمت معناها حبوا يغطيوا قتلهم معاش نجموا اليوم حتى في المقابر انتحم في ضحم معناها قال المودي رأوا يومين ندفنوا في خمسين في خمسين معناها جندي قتيل يعني أمور كبيرة ياسر إذن اللي وقع هي بكل بساطة على المستوى العسكري هزيمة نكراء وقتل أي عسكري أي قاعد عسكري لم يستطع أن يحقق الهداف التي دخلها من أجل حرب فهو قاعد منهازم إذن أذى العامل الأول اللي خلى الأمور واضح ثم واش بدناها كيف كيف وحطينا صور وقلت لك باب المندب وكان ضدك فراه بشيكون معناها ضربة خنجر سميتها أنعاود قلت رأوا خنجر في ظهر العدو وثبت كلامي بمجرد أو السفينة تم اختطافها من طرف المقاومة اليمنية وشفت بنا طريقة طريقة كوموندو من أعلى طراز من أعلى طراز إذن هنا شنو وش سير باب المندب بالله يحطنا الخريطة على باب المندب رأوا صغير بكل رأوا هاك المذيق الصغير بكل هذاك قادرين اليوم يوقفوا التجارة أو ثلثة التجارة العالمية هذا رأوا يتحملوا لا أوروبا ولا الغرب ولا أمريكا يعني تحب تقولي سيد العميد اليوم جماعة الحوثي قادرة على إيقاف ثلثة التجارة العالمية عبر باب المندب بالطبع بالطبع العملين شفناها عملية بسيطة هذوم هنالس يملكوا زوارق سريعة ويملكوا زوارق انتحارية وجربوها قبل رأوا في باورج أمريكية وضربوا باورج أمريكية عندهم توربيدات معناها توربيدات مضادة للسفن يعني أرسنال وعندهم زادة أكل ورينها هكالمرة كانت تذكر هكالألغام العائمة لو كان يحط كعبتين الألغام أنا هي الباخرة أي باخرة يمكن أن تبحر في مكان في ألغام إذن هم قادرين يؤلموا التجارة العالمية وهذاك عليش هذي الحدث الثاني نعتبره أنا رقم اثنين بجنرجع بعد للداخل الأمريكي والداخل الغربي يعني المرجل الذي يغني في أمريكا يعني كل شيء يصب نحو هدنة وهدنة مش مش تكون هدنة قصيرة كما يروجون لها ستكون هدن أنا متأكد من هذا لأنه الجيش طبع ثرى الجيش الإسرائيلي لابد له من وقت أن يراجع حساباته يراجع انتشاره يراجع تواغولاته يعني اليوم معناها اليوم العالم الكل حتى أنا شفت أخر تقرير في سيانان وما أدراك ما سيانان يتهمون الجيش الإسرائيلي بالكذب قالوا احنا كنا معك في المستشفيات ولم نرى شيء وأنتم يلآن تتكلمون عن نفاق وعن مقر قيادة أي شيء هذا إذن هي هزيمة النكرى أنا قلت لك نتذكر قلتها رأوا لو تتوقف الحرب ستعتبر صدمة للأسرائلين صدمة أكبر من صدمة سبعة نار سبعة لأنهم اليوم شنو صار كشفوا للعالم ضعفهم وكشفوا للعالم أنهم ليسوا الجيش الذي لا يقهر ورغم معناها ألاف الدبابات وألاف مزنجرات وطائرات ويعني مدفعية من أعلى تيراز ودرون معناها يحلق فوق غزة ليلة نهارا والتقتيل ومعناها لم يصلوا إلى أي هدف عسكري وضعوه بي بشن دون أحكيوا على الهدنة ساعة أولاً شوفوا جريدة لطن السويسرية اللي هي عندها تقول معلومات حصرية أفادت بأنه الهدنة هذية جاءت نزولاً عندها رغبة كل من بايدن ويحيا السنوار الزوز هذا يعني هكذا حكينا عننا تواجماتين قلتونا كيفاش واسماعيل هنية فبين بالكشف أنه يحيا السنوار هو من خطط وتحكم وتلاعب بخيوط الهدنة هذية هدنة بتوقيع بين الظفرين كان نجم نقوله توقيع بايدن والسنوار وقف اطلاقنا لمدة أربع يام عسكرياً هل هي تعتبر مدة طويلة قصيرة مش نحكيوله هنا على زوز جوانب سيد العميد بالنسبة للغزاويين ولفتح المعبر والامدادات الغذائية وغيره ومن الجانب الآخر بالنسبة لمقاوميك تاقب القصر هذا كل ذكرناه لك طبعاً قلناها قبل قلنا راه الحرب تقتضي ثلاثة مستويات لش احنا قلنا راه هنية واتذكر اتفقنا أنا بياك قال لي هنية هو الرئيس الشرفي وأن على الميدان لابد من ثلاثة مستويات المستوى الأول هو المستوى الاستراتيجي السياسي وهنا مقصوم في اثنين الاستراتيجي السياسي والاستراتيجي العسكري الاستراتيجي السياسي ومثيل